دكتور يعني احنا شايفين انقسام اسرائيلي داخلي وشايفين خلاف قد يكون ظهر للعيان ما بين نتنياه وما بين الجيش وما بين مجلس الحرب كمان بشكل خاص لما نيجي نتكلم عن ماذا يحدث هناك في اسرائيل حضرتك تقولي ايه اللي بيحصل ما بين القادة عندهم يعني هو منذ البداية استمارها بالحرب التي تجنها اسرائيل على قطاع غزة تحظى باجماع اسرائيلي كبير لأن هذا الحرب انطلقت على اساس الانتقام من قطاع غزة عقد احداث سبعة اكتوبة الا ان المجتمع الاسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يثق بحكومته ولا يثق بجيشه في هناك حالة من غياب الفقة ما بين المجتمع الاسرائيلي وما بين القيادة السياسية هناك ايضا حالة من عدم الفقة ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية لذلك سعى نتنياهو منذ اللحظات الاولى الى توسيع مجلس الحرب من خلال ضمجانت الى مجلس الحرب او الى حكومته هذا بداية بالامس اللي يعني اذا لاحظنا شو اللي حصل في المؤتمر الصحفي نتنياهو كان يؤكد طول طوال المؤتمر الصحفي لمجلس الحرب على ضرورة توفير الدعم الوطني والدعم المجتمعي لاستمار العملية العسكرية في قطاع غزة او استمار الحق في قطاع غزة خاصة مع حالة التضمر التي بدأت تضحى في المجتمع الاسرائيلي بفعل المظاهرات التي باتت يعني تطالب بموضوع تسليم الرهائن خاصة وان نتنياهو خلال الفترات الماضية وبما تنصل من العديد من الاتفاقيات التي كانت تنكنا تؤدي الى هدى انسانية في قطاع غزة مقابل الافراج عن مجموعة من الرهائن وهو يعني ما رفض نتنياهو في اللحظات الاخيرة ولذلك نتنياهو بدأ يشعر لأن هناك حالة من الزخم داخل داخل المجتمع الاسرائيلي بدأت الآن يعني تتناقض مع التوجه الاسرائيلي باتجاه اقتنوع العملية العسكرية او الحاب على قطاع غزة لذلك المؤتمر الصحفي بالامس اذا لاحظنا هو جاء من اجل ان يطلب فيه نتنياهو بدورة توفير الدعم المجتمعي الاسرائيلي المحلي لاستمر هذه الحرب خاصة وان نتنياهو ايضا في المقام الثاني انه يترك ان انتهاء الحرب يعني انتهاء مستقبله السياسي وبالتالي اطالة امد الحرب يعني اطالة طقائه على الكرسي وبالتالي نتنياهو يذهب بهذا الاتجاه بشكل كبير جدا لكن ايضا ما كشفته بعض التقارير خاصة تقصير صحيفة او تحقيق صحيفتها ارتوى الامس حول ان جيش الدفاع الاسرائيلي هو الذي قتل العديد من الضحايا في غلاف غزة خلال احداث سبعة اكتوبر هذا ايضا بدأ يغير من الوجهة المجتمعية او رؤية المجتمع والرأي العام الاسرائيلي ويجاه الحرب في قطاع الاسرائيلي وهو ما سيؤثر على سير العمليات خاصة مع استمرار ايضا من الميدان يعني وجود ضحايا وقتل اسرائيليين في الميدان هذا من شأنه ان يؤدي الى الفساف الشراعي الاسرائيلي اللي اصلا كان مقسما قبل احداث سبعة اكتوبر ما بين معسكرة اليمين المتقرصة معسكرة اليمين باعتبار القضايا مثل قضايا الفساد والقوانين القضاء وما الى ذلك كل تلك الاشياء كانت اصلا هناك قصة مادقة للمجتمع الاسرائيلي حيضتها الى حد ما احداث سبعة اكتوبر ما بدأت تكشف الان تحقيقات ارت بالامس يبدأ انها تتحق باتجاه تغيير ويجب نظر على عديد في المجتمع الاسرائيلي من المستوى الجياسي والمستوى العسكري مما قد يؤدي الى انقسام الى انقسام كبير في المجتمع الاسرائيلي هذا الانقسام وما سأتي الى غياب وحدة الحال او وحدة الموقف التي يناشد بهذا التناه من العملية الانتقمية في قطاع غزة وبالتالي تبدأ تخرج المظاهرات والمواقف التي تنتج في العملية العسكرية خاصة مع استمرار المشاهد الدامية التي تخرج من قطاع غزة وتغيير كثيرا في موقع المجتمع الاسرائيلي